حقق المغرب ما يتمنه مئات الملايين من العالم العربي بالتأهل إلى دور الثمانية من المنديال بعد أن خض مباراة بطولية أمام نظيره الإسبانية وتغلب المنتخب المغربي في ركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لشيء بعد أن ساد التعاضل السلبي خلال شوطي المباراة والشوطين الإضافيين في مباراة من أقوى مباريات دور الستة عشر وقد أضع المنتخب الإسباني ركلات الترجيح الأولى والثانية والثالثة فيما نجح المغرب بتسديد ثلاث ركلات نجح في الركلتين الأولى والثانية وأضع الثالثة ونجح في الرابعة من خلال لاعبه أشرف حكيمي ولكن في نهاية المطاف نجح المغرب في الإطاحة بإسبانيا ليصبح الفريق العربي الأول الذي يدخل إلى دور الثمانية في المنديال وأساطلاق المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا هذا وعمت الشارع المغربي والعربية فرحة عارمة بهذا الفوز التاريخي ترجمة نانسي قنقر